السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ياسين بونو هو حارس كرة قدم مغربي محترف بدأ مسيرته في مدرسة نادي الوداد الرياضي البيضاوي المغربي وتدرج في كل الفئات العمرية للنادي حتى وصل الى الفريق الاول الذي فاز معه ببطولة الدوري المحلي موسم 2009-2010 كما بلغ معه نهائي عصبة الابطال الافريقية عام 2011 انتقل الى الدوري الاسباني عام 2012 ولعب مع عدد من الاندية الاسبانية في القسمين الاول والثاني كان اخرها نادي اشبيليا الذي يلعب له بعقد يمتد الى سنة 2025 كما يعد في الوقت ذاته الحارس الاول للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ولد ياسين بونو يوم الخامس من ابريل نيسان عام 1991 في مدينة مونتريال الكندية لابوين مغربيين من مدينة فاس والده مهندس دولة واستاذ سابق في المدرسة الحسنية للاشغال العمومية عاد مع اسرته الى المغرب في طفولته واستقروا في منطقة مرسى السلطان بمدينة الدار البيضاء اكبر مدن المغرب وهناك بدأت رحلته الرياضية يتقن ياسين بونو اربع لغات هي العربية والانجليزية والاسبانية والفرنسية وهو متزوج واب لطفل الدراسة والتكوين العلمي ظهر شغف بونو بكرة القدم منذ صغره حين كان يمارسها مع اصدقاء حيه فسجله والده في مدرسة نادي الوداد الرياضي المغربي لكرة القدم في مدينة الدار البيضاء وهو في عمر ثمانية سنوات وبعد ذلك بسنتين شارك في مسابقة تأس الدار البيضاء وبفضل ردود افعاله السريعة وقامته الطويلة مقارنة بزملائه في الفريق وضعه مدرب الفريق في مركز حراسة المرمى وشرع الطفل بونو بشق طريق مستقبله في عالم كرة القدم فبدأ يشاهد بانتظام مقاطع فيديو لكبار حراس المرمى العالميين مثل الايطالي بوفون والهولندي فانديرسار امضى بونو اكثر من عقد من الزمن في نادي الوداد الرياضي وتدرج في كل فئاته العمرية حتى وصل الى الفريق الاول بالتزامن مع دراسته الاكاديمية في مدارس مدينة الدار البيضاء عندما بلغ بونو سن ثماني عشر من عمره ابا نادي نيس الفرنسي رغبته في ضمه الى صفوفه عام الفين وتسع لكن المطالب المالية لنادي الوداد الرياضي حالت دون ذلك في موسم الفين وعشر الفين وتسع التحق بونو بالفريق الاول لنادي الوداد الرياضي المغربي وكان عمره تسع عشر عاما بالصفة حارس مرمن ثانيا خلف نادر لميغري الذي كان الحارس الاول للفريق البيضاوي حينئذ وظل بونو حديث مقاعد البدلاء طوال مباريات الموسم خاض ياسين بونو مباراته الاولى مع فريق الوداد الرياضي امام ثمانين الف مشجع في اثني عشر نوفمبر تشرين الثاني سنة الفين واحد عشر في مباراة العودة لنهائي دوري ابطال افريقيا في ملعب رادس ضد الترجي التونسي وذلك بعد اصابة الحارس الاساسي للفريق نادر لميغري وفاز نادي الترجي التونسي باللقب بعد نهاية اللقاء بنتيجة واحد لصفر وفي واحد وعشرون نوفمبر تشرين الثاني الفين واحد عشر لعب بونو اول مباراة له في بطولة الدوري الاحترافي في المغرب ضد نادي الدفاع الحسني الجديدي واستقبلت شباكه الهدف الوحيد في المباراة ثم شارك في ثمانية مباريات بالدوري قبل ان يعود الحارس لميغري من اصابته ليستأنف رسميته من جديد ومع نهاية الموسم الكروي في يونيو حزيران الفين واثمى عشر انتهى عقد بونو مع فريق الوداد الذي حل ثالثا في سلم الترتيب في ذلك الموسم مما دفع بونو الى البحث عن وجهة اخرى بغية تغيير الاجواء والاحتراف في اوروبا في خمس عشر يونيو حزيران الفين واثمى عشر وقع بونو عقدا لمدة عام واحد مع نادي اتليتيكو مادريد الاسباني مقابل مبلغ ثلاث مئة وستين الف يورو مع خيار عامين اضافيين بصفة حارس ثالث خلف تيبو كورتوى ودانييل ارانزوبيا علما بان راتبه مع الفريق الاسباني اقل من راتبه في نادي السابق لعب بونو اغلب مبارياته في الفريق الرديف لنادي اتليتيكو مادريد الذي يلعب في الدرجة الثالثة وخاض في موسمه الاول مع الفريق الاسباني اربعة وعشرين مباراة بدوري الدرجة الثالثة لكنه قضى معظم وقته على مقاعد البدلاء في الفريق الاول ليكون مستعدا في حالة اصابة احد الحارسين وتمكن الفريق الاول لاتليتيكو مادريد من الفوز بالبطولة الاسبانية موسم الفين واربع عشرين وثلاث عشر والوصول الى نهائي دوري ابطال اوروبا تحت قيادة بيبو سيميوني يوم اربعة وعشرون مايو ايار الفين واربع عشر ضد نادي ريال مادريد لكنه لم ينال فرصة اللعب مع الفريق الامر الذي اثار استياءه وطالب فريقه بالرحيل الى فريق يوفر له فرصة اللعب حارسا رسميا لا سيما بعد المستويات العالية التي قدمها في الفريق الرديف مما جعل عددا من الانديات الاسبانية التي تلعب في دوري درجة الثانية ترغب في ضمه والاستفادة من مؤهلاته اعير بونو مرتين الى نادي ريال سرقوستا الاسباني في لال الموسمين الكرويين الفين واربع عشر فين وخمس عشر وخاض في كل مرة ما يقارب عشرون مباراة في دوري الدرجة الثانية الاسباني ثم انتقل الى نادي جيرون الاسباني في اثنى عشر يوليو تموز الفين وست عشر اذ وقع عقدا مدته ثلاث سنوات ولعب بونو دورا كبيرا في صعود النادي الى دوري الدرجة الاولى اللذة بعد سبعة وثمانون عاما على تأسيسه وبعد انتهاء عقد ياسين بونو مع نادي جيرون سنة الفين وتسع عشر اعير الى نادي اشبيلية لمدة موسم واحد مع خيار شراء عقده وذلك في الثاني من سبتمبر ايلولى الفين وتسع عشر ليلعب بصفة حارس ثاني للفريق بعد الحارس الاساسي تشيكي مش فكليك وعندنا اصيب فكليك في منتصف موسم الفين وتسع عشر لالفين وعشرين اتيحت الفرصة كاملة امام ياسين بونو للعب حارسا اساسيا للفريق فيما تبقى من مباريات الجزء الثاني من الموسم وانهى موسمه الاول مع نادي اشبيلية في المركز الرابع في الليذا الامر الذي اتاح له فرصة اللعب في دوري ابطال اوروبا موسم الفين وواحد وعشرين وفي الرابع من سبتمبر ايلولى الفين وعشرون اشترى نادي اشبيلية عقد بونو مقابل اربع ملايين يورو ثم تم تمديد العقد حتى حزيران يونيو الفين وخمس وعشرون مع زيادة الراتد وذلك بعد المستويات الكبرى التي بات الحارس الدولي المغربي يقدمها برفقة نادي الاندلسي لعب ياسين بونو مباراته الرسمية في كأس السوبر الاوروبي ضد نادي باير ميونيخ يوم اربع وعشرون سبتمبر ايلول الفين وعشرين وتلقى هدفين وخسر فريقة وفي فبراير شباط الفين وواحد وعشرون دخل بونو تاريخ النادي الاندلسي بعدما حافظ على نظافة شباكه لمدة خمسمائة وثماني وعشرين دقيقة في الدوري الاسباني متجاوزا الرقم القياسي الذي كان بحوزة الحارس البرتغالي بيتو بخمسمائة وست عشر دقيقة خلال موسم في الفين وخمس عشر الفين واربع عشر التجربة الرياضية مع المنتخب خاض ياسين بونو عدة مباريات دولية مع مختلف الفئات العمرية للمنتخب المغربي في الفترة بين الفين واحد عشر و الفين واثني عشر وشارك في دورة الالعاب الأولمبية سنة الفين واثني عشر في لندن مع المنتخب الأولمبي المغربي وفي نوفمبر تشرين الثاني الفين واثني عشر استدعي لأول مرة إلى المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم من طرف المدرب رشيد التوصي للمشاركة في مباراة يوم اربع عشر نوفمبر تشرين الثاني الفين واثني عشر ضد منتخب الطوغو لكنه ظل على مقاعد البدلاء خلال هذه الفترة اتصل بنيتو فلورو مدرب المنتخب الكندي بياسين بونو لتمثيل منتخب كندا بحكم ان بونو يحمل الجنسيتين المغربية والكندية لكنه رفض ذلك وقال في تصريحات صحفية كنت احلم دائما انا لعب للمغرب لقد مررت في جميع الفئات العمرية للمنتخب المغربي وكان من الطبيعي ان احلم باللعب لأسود الاطلس لعب بونو اول مباراة له مع المنتخب المغربي يوم اربع عشر اغسطس ادى الفين وثلاث عشر ضد منتخب بوركينا فصو على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة وكانت مباراة تحضيرية خسرها أسود الاطلس بنتيجة هدفين لهدف واحد توالت بعدها مشاركات بونو مع المنتخب المغربي في عدة منافسات فخاض معه ثلاثا سخم مسابقة كأس امم افريقيا في الاعوام الفين وسبع عشر الفين وتسع عشر الفين واثنين وعشرين ونسختين من كأس العالم في عامي الفين وثماني عشر الفين واثنين وعشرين واصبح بونو هو الحارس الرسمي للمنتخب المغربي لكرة القدم وقدم معه انجازات كبيرة أبرزها التأهل الى الدور الثاني من مسابقة كأس العالم الفين واثنين وعشرون في قطر على رأس المجموعة السادسة التي تضم منتخبات قوية هي بلجيكا وكرواتيا جوائز والقاب شخصية افضل لاعب افريقي لشهر نوفمبر تشرين الثاني بالليد الاسبانية من قبل مجلة فرنس فوتبول الفرنسية عام الفين وثماني عشر كأس السوبر الاسباني مع نادي اتليتيكو مدريد نوسم الفين واربع عشر الفين وثلاث عشر لقب الدوري الاوروبي مع نادي اشبيلية الاسباني عام الفين وعشرين جوائز والقاب شخصية افضل لاعب افريقي لشهر نوفمبر تشرين الثاني بالليد الاسبانية من قبل مجلة فرنس فوتبول الفرنسية عام الفين وثماني عشر اختير ضمن الفريق النموذجي من قبل مجلة فرنس فوتبول الفرنسية عام الفين وثماني عشر حصل بونو على جائزة أفضل حارس مرمن في الدوري الأوروبي موسم 2019-2020 اختير ضمن الفريق النموذجي للدوري الأوروبي موسم 2019-2020 فاز بلقب أفضل لاعب إفريقي في الدوري الإسباني الليذة موسم 2021-2022 فاز بجائزة زمورة عام 2022 اختير ضمن الفريق النموذجي من طرف منظمة مرصب كرة القدم السويسرية فاز بجائزة أفضل حارس مرمن مغربي في الخارج من طرف الاتحاد المغربي للاعب كرة القدم المحترفين رشحته مجلة فرنس فوتبول لجائزة أفضل حارس مرمن في العالم أرقام قياسية حقق ياسين بونو عدة أرقام قياسية منها أول حارس مرمن عربي يفوز بلقب الدوري الأوروبي أول حارس مرمن عربي وإفريقي يسجل هدفا في الدوريات الخمسة الكبرى أول حارس مرمن عربي يرشح لجائزة مجلة فرنس فوتبول لأفضل حارس في العالم أول حارس مرمن في تاريخ نادي إشبيلي الإسباني يسجل هدفا في الدوري الإسباني الليطة أول حارس مرمن في تاريخ نادي إشبيلي الإسباني يفوز بجائزة زمورة أكثر حارس مرمن إسهاما في صناعة الأهداف في الدوري الإسباني في القرن 21 برصيد ثلاث أهداف أكثر حارس مرمن حفاظا على نظافة شباكه سنة 2021 مع نادي إشبيلي الإسباني لمدة 557 دقيقة أكثر حارس مرمن حفاظا على نظافة شباكه في أوروبا سنة 2021 في 32 مبارد ترجمة نانسي قنقر